ارتفاع صادرات مصر من الموالح لمليون وستمائة وثمانية عشر الف طن خلال ستة اشهر الارصاد ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة خمس وثلاثون درجة الاسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان الاسرائيلي يشرعون باضراب مفتوح عن الطعام الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر الصمت الدولي على الدعم الامريكي للاستيطان التحالف العربي يدمر مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين في صنعاء اليابان تطلب من منغوليا المساعدة في حل قضية مواطنيها المختطفين بكوريا الشمالية رئيس الحكومة الايطالية يدعو منظمات انقاذ المهاجرين الى شفافية اكبر اشتركوا في القناة